اوكي اداله عايز ايه؟ اداله يعني واضح ان هو في حاجة عنده بايضة في العلاقة حاجة يعني مش مش واخد حقه زعلان من حاجة اتهزم في حاجة بس هو واقف وبيبين ان هو ولا الهوى وانه تمام ومش فارق مع حاجة انه هو ايه؟ ما تهزمش هو بيحاول يبين انه هو ما تهزمش انه هو ما تكسرش نفسه في ايه؟ عايز يدي في العلاقة اكتر اداله زي ما احنا شوفنا حتى في قراته العامة بدا يركز في العاطفة اوي بدا يركز مع شريكه اوي ده يهتم بيه وده يعوضه حاجة حلوة جدا فالدالو شايف ان يعني ان العلاقة حلوة ولفسه باقي يكمل عليها يزود عليها يحليها اكتر يديها اكتر حلوة اوي اوي دالو شايفش ديكو ازاي which is weird اتجرح كتير اتجرح كتير تعنات كتير كتير مش عارفة ازا كانت تعنات دي بسبب ولا بسبب شخص تاني لكن المهم انه هو شايفه متقلم وانه هو زي ما تقوله اه اتغدر بيه كتير اوي وعنده نهاية مؤلمة يعني زي ما تقوله اخد نهاية مؤلمة مش عارفة الدالو هو اللي تسبب فيها ولا دي حاجات من بره لكن الدالو حاسس بقلمك حاسس بقلم شريكه سوري الدالو حاسس بقلم شريكه اوي الشريك بقى بيعمل ايه الشريك واضح ما هو حطل نفسه هدف ورايح له بسرعة بياخد خطوات سريعة جدا 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 وانا حاسس ان الخطوات دي اتجاه شريكه كمان يعني لو فنفرض ان الدالو زعل شريكه في حاجة بس الدالو ابتدى يركز وابتدى يدي وابتدى يعود شريكه شريكه رايح له جاري بقى اللي هو ايه بيسمحه بيقرب منه اكتر رايح له بسرعة نفسه في ايه هو نفسه في تعويد فعلا نفسه في تعويد الشريك شايف انه هو ادى الدالو كتير قوي او يعني ما اصرش على اقل معاه في حاجة ونفسه بقى في تعويد انه واضح ان الدالو ممكن يكون غلط يعني مش مشكلة من اغلط وابتدى انه هو يعني عايز يحصل بقى الشريك شايف الدالو ازاي شايفه بيصلح لا الدالو بيصلح خلاص عمال بيشوف اخطاءه فين كانت فين وعمال يصلحها وعمال يداوي جروح وعمال يطبطب وعايز يقوم بالعلاقة قوم كده ما شاء الله الطاقة الطاقة الدالو بيحب شريكه جدا 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 وعايز يقدم له حاجة شايفين الكوباية دي كوباية دي مشاعر وحب جواه سمكة السمكة دي عطاء رمز ليس لَلْخير يعني مقدم لك كل خير عايز يقدم لك كل خير لا واضح ان الدالو تعلم filter تعلمه كويس وعرف امتك ونوي صلح وانت صراحة شريكه يعني برافو لو هو ده فعلا اللي انت بتعمله حاليا انك انت رايح له بالسرعة دي ومستني تستقبل بقى طب يلا بقى وريني بقى تعمل ايه بالطاقة دي ما شاء الله عليكم بجد حاجة حلوة او بصوا بقى فيه بداية جديدة العلاقة واخدة شكل جديد فيه حاجة جديدة حاجة انتم مش متعودين عليها الدلو فعلا ابتدى يركز مع الشريك فيه فيه تفاقل كده وبصين العلاقة ايه ده ده العلاقة بتتطور ده العلاقة مش فاشلة زم انا كنت فاكر لا ده فيه صاف فيه بداية جديدة فيه طريق طويل انتم رايحين وانتم ترسموا خطط للمستقبل دلوقتي مع بعض رايحين طريق طويل مع بعض مشاعر جديدة يا دلو ومولود جديد للناس اللي مستمين موليد الناس اللي لسه ما تجاوزوش ده زواج اتمام زواج واتمام خطوبة والناس اللي مستمين مولود مولود جديد لو ولا حاجة من دول وانتم متجاوزين قراتي وعندوك ولاد فهي مشاعر جديدة مشاعر المولود الجديد فرحة المولود الجديد حاجة نقية جدا حاجة عطاء عمالين تدو كله عمال يدي كله عمال يدي يعني اداله بيدي شريكه وشريكه بالتالي بيديله ما شاء الله بيرفو ويعني انا عايز اقولكو انا معاكو والقراف فعلا تنطبق عداله جدا من الشهر دا الحمد لله الحمد لله الحمد لله طيب هلاخص القراءة الحمد لله حلو قوي فيد باك جميل ربنا يسعدكم يا رب ربنا يسعدكم الكل واضح نضلط في حاجة او اثر في حاجة على الاقل على الاقل تقدير وبيحاول يبعين ان هو مش عايز يعترف ما بيعترفش انتوا عاكين دارو ما بيعترفش فهو بحاول يبعين ان هو تمام ان هو مغللتش في حاجة أو الحرب اللي كان داخلها أو المعركة اللي كان داخلها خرج منها مهزوم بس بيحاول ينكر الهزيمة دي عايز يتدي يدي في العلاقة لأنه شايف أن أساسها قوية وأنها تستاهل منه أنه يديها الوقت ويديها المجهود والاهتمام فهيبتدي يبني في العلاقة شايف شريكه إزاي متقلم متقلم جامد وخلاص اتهارة تعنات 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 كتير جدا جدا يمكن تكون منه أو يمكن تكون من ناس تانية لكن حاسس بقلم شريكه الشريك شايف هدف رايح له بسرعة جدا 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 وحاسة أن الهدف ده اتجاه شريكه بسم الله يا ما شاء الله الشريك عايز إيه كمان؟ عايز تعويض بقى عايز يبتدي يجني بقى هو صبر كتير واستنى وسامح مثلا أو يعني دعم كتير قد دعم كتير للدلو فعايز بتدي يحصل بقى عايز هو بقى ياخد شوية وهو شايف فعلا إن الدلو ابتدى فعاليا إن هو يصلح وبتدى يدي ارتقى ما بينكم ولا أحلى مشاعر جديدة حلوة جدا جدا كلها حب كلها عطاء واهتمام مرحلة جديدة زي ما قلنا الدلو يشريكه داخلينها ومرحلة طاقتها حلوة قوي بسم الله ما شاء الله طاقة البداية الجديدة حاجة بسم الله ما شاء الله تفرح تفرح عمليين ترسموا خطوات نحو المستقبل مع بعض وخطوات بعيدة بعيدة المدى بس ده تلقى لك في الإراية العامة بلاش تعمل الخطط الخماسية دي الخمسينية دي لأ إنشوا خطوة خطوة إن شاء الله الطريق طويل وتكملوا دايما مع بعض بس خدوها إيه؟ واحدة واحدة مشاعر جديدة فيها كلها سلام وكلها رحمة جميلة جدا 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 وزي ما قلنا ممكن يكون مولود جديد اتمام زواج أو اتمام خطوبة بس يعني ما شاء الله حاجة كده مفيش زيها وربنا مبارك كل اللي بيحصل ده وسعيد بيكو جدا الحمد لله الحمد لله ربنا هنيكو كل الدل إن شاء الله ويسعد شرككم يعني يتبسطوا بقى حلو جدا 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 ما شاء الله حالتك دلوقت يا دل إيه هي؟ حالتك يا دل وشكلك يا أمه دخلك فلوس هتدخل أو دخلت خلاص في خير في تحسن في الحالة المادية في أو حتى يعني زي ما تقولوا إيه ابتدت تنور ابتدت تنور هي في خير جاي حالتك دلوقت كمان عندك عطاء الكارتة ده كمان إما أنه هو دخلك إن شاء الله رزق وفلوس كويسة إن شاء الله أو أنه أنت في حالة عطاء عمال تدي 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 حد محتاج بتديله عندك كرم زاية دلوقت ده يعني لو هي حالة مادية فهي زادت عن الطبيعي بتاعها ولو هي حالة عطاء فهي برضو زادت عن الطبيعي بتاعها دي حالتك دلوقتي حالا شكل الشهر عندك فيه احتفالات هو شهر احتفالات فعلا بنحتفل بسنة جديدة لكن واضح إنك أنت بتحتفل بشيء الناس اللي مرتبطين يعني لسه ما عملوش خطوبة الشكل فيه خطوبة وفيه إتمام رسم خطوبة أو زواج كمان فهو فيه فرح فيه احتفال يعني ما شاء الله كارت أصفر ملور وحاجة حلوة قوي 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 وممكن كمان تكون أجازة شكل الشهر ده عندك فيه أجازة فيه فسحة فيه سفرية المهم إنه فرحة 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 حلوة جدا جدا وعملية كده رخاء ودهن رايق وحاجة حلوة جدا بسم الله ما شاء الله هدفك هذا الشهر هنا فيه حاجة أنت مزبزب فيها مش عارف اختار حاجة من اتنين عندك حيرة في اختيار أو عندك تقلب متقلب في حاجة الهدف بتاعك أنت تحسن الموضوع ده إما أنه أنت فيه قرار عايز تاخده ومتردد فيه وعمال تجيبه يمينه شمال أو أنت في حالة تقلب أو ممكن تكون حالة تقلب في الحالة المادية يعني طالع نزلقه إما أنه أنت الفلوس اللي بتجيلك بتروح على طول بتتصرف في مكانها يعني اللي جاي رايح أو فأنت عايز تزبط بقى الموضوع ده عايز يبتدي بقى الموضوع يبقى فيه اتزان شوية الفلوس اللي تيجي لقطعت شوية فيه حاجة بتتأرجح أنت عايز توصلها لحالة ستادي ده الهدف بتاعك الشهر ده فلو أنت عايز تعمل ده يا تلو بإذن الله الفلوس اللي حديلك ابتدي حوش ما تصرفش في حاجات ملهاش معنا أو ممكن يكون هدفك الاقتصاد أن أنت قررت أن أنت تعمل خطة في الصرف أنك أنت تبتدي تركز في مصروفك وتصرف في الحاجات المهمة والحاجات اللي أنت محتاجها بس المهم أنه هدف كويس قوي 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 فيه ناس تلعى هدفها النهاردة لأنها تهد البيت في حاجات النهاردة كان هدفها غير طبيعي الصراحة طيب إيه العقبات اللي مقابلك الشهر ده تغييرات أنت ما كنتش عامل حسابها تغييرات مفاجأة ممكن تكون في العمل وتغيير جامد مش تغيير أي كلام لا تغيير قوي ممكن يكون في العلاقة حصل فيها تغيير مفاجأ في العمل حصل تغيير مفاجأة عملية تحول ده يقف قدامك عقب الشهر تحت مش عارف تتعامل معا الزي نصيحتي لك تعمل معاك بجرأة بص هو إيه اللي بيحصل هنا الثين بتاع الكارت ده الموت مفروض إن حاجة بتموت أو حاجة بتتغير وحاجة مفاجأة وباقي غصب عنك أنت أنت مش متوقعها زي الموت كده لما بيجي إيه غفلة هو الموت هنا رمز مش الموت بمعنى الحرفي الموت بمعنى رمز الموت إن هو بيجي مفاجأ بدون دعوة والوحن بيجعفش صرف فيه يعمل إيه بس بوستو بقى هنا الراجل ده ده مفروض إن هو السيس يعني أو إحنا بالنسبة لنا بقى حيبقى رجل فيه أو شخص فيه عنده تدين واقف بيواجهه عادي جدا واجه واجه التغير أو التحول ده بشجعة ما تقلقش لأن التحول ده أو التغير ده الحاجة اللي بتموت أو تتغير وبيحل محلها حاجة تانية فيه شمس جديدة طالعة بعدها فواجهه ما تخافش منه التغير اللي داخل عليك ده يا دلو ما تخافش منه إن شاء الله في الآخر حيوديك لحاجة كويسة حاجة أحسن بس أنت مش عيد ها دلوقتي الحاجة اللي أنت حتنجزها الشهر ده واضح إن الدلو هيعرف يوازن ما بين العمل وما بين الحب بمعنى يمكن كان الشهور اللي فاتت وكان الشهر اللي فات فعلا الدلو عنده الحتة دي ما كانش مركز في العطفة أو كان مركز في عمله جدا 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 بيحاول يحسن من حاله المادية واضح إن هيته ده تتحسن بالفعل أو على الأقل ابتدى يبان يعني يبان معالم للموضوع إن إن شاء الله هيحصل هيحصل تحسن فدلوقتي ابتدى يوازن ما بين حالته العطفية وبين حالته العملية فالحبيب راضي مبسوط إنك أنت بقيت تهتم لي مش بس مهتم بشغلك وهبقيت هامله لأ بقيت مركز مع اللي تنين بقيت بتدي في النحيتين برافو عليك يا دل برافو برافو طيب إيه اللي هتحاول تتفادى هذا الشهر دي خطة مستقبلية أوكي خطة مستقبلية بعيدة المدى بمعنى خطوة كبيرة أوي تجنب الخطوات الكبيرة أوي اللي ليها علاقة بقى إيه بخطوات مستقبلية عارفين الخطة الخمسية لنش عارفة إيه لا بلاش تعمل خطة خماسية دلوقتي انشي خطوة خطوة تفادى الموضوع ده يمكن السبب لأنه ده مش وقت ملاسب بأن انت تعمل خطة للمستقبل قوي مستقبل بعيد بالشكل ده آآ وممكن يكون كمان الصفر تفادى الصفر الوقت ده ده آآ ليه؟ ما تخافوش من حاجة يعني يمكن على الأقل تقدير يعني إنه ناتجته مش هتبقى مرضية لك قوي اللي عنده صفر الوقت ده حاول ما يتجنبه أو أي حاجة فيها إيه؟ خطوة بعيدة خطوة كبيرة آآ آآ إيه اللي إنت محتاجت على تنقه هذا الشعر؟ شوية آآ يعني مش عايز أقول بخل عايز أقول حذر توخى الحذر هذه الفترة في الصرف الصرف بالذات لأن دي نمسك إيه؟ نمسك إيه؟ ديك شوية يا جلو أنت طلع لك حالتك دلوقتي أنت عملت بعزقة واضح إن فيه بعزقة عملت بعزق ينين وشمال وفوق ودحت طيب ده ده اللي إنت محتاجت تعطنكه الشهر ده حاول تمسك إيدك شوية امسك إيدك ركز أهم الخطة للصرف خطة محترمة كده مش لحاجة علشان أتليست تحس يعني توصل للهدف اللي إنت عايزه ده إنك إنت الحالة المادية عندك تستقر ده هدفك وعلشان وعلشان تبتدي تحس بالحاجات اللي إنت اشتغلت عليها الشهور اللي فاتت يبين تأثيرها طول ما إنت كل اللي بيجيلك بتصرفه مش هتحس بالتحسن أو مش هتحس بالتطور شكرا